مهندس وعلى جهزية كل اللعيبة اللي اختارها كارتيرون لمباراة كامبالا كنا بنتكلم على السيد محمد كامل سوبر خلينا خلص على السوبر بالمرة نقص السوبر كنا بنتكلم على السوبر الاماراتي ونجاحه العين والوحدة وبنتكلم على طموحات محمد كامل انه ينشئ سوبر مصري اماراتي الاهلي والعين اول ديسمبر ان شاء الله في الامارات لكن على الجانب الاخر ازمة السوبر المصري السعودي لازالت مفتعلة ومازالت كل ساعة يتقال خبر مين هيلعب ضد مين النهاردة باش مهندس بعد اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكورة المهندس احمد مجاهد عضو مجلس ادارة الاتحاد والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكورة اعلن للصحفيين انه تم الاتفاق على اداء الاهلي مباراة تصريح او البيان تصريح اداء الاهلي لمباراة الهلال الاهلي والهلال على كأس السوبر المصري السعودي بطلية دوري وقال ان المباراة هتكون في القاهرة وقال احمد مجاهد انه هذا القرار تم الاستقرار عليه بعد التنسيق والتشاور بين الاطراف التلاتة النادي الاهلي والتحاد الكورة والجانب السعودي هذا ما اعلنه اتحاد الكورة النهاردة ولو كان في وقت ممكن الزمل يجيبوا تصريح احمد مجاهد لكل القنوات الفضائية اللي كانت موجودة في الاتحاد الكورة ومن بينها قناة الاهلي ما مضاش وقت كتير حتى اعلن الاتحاد السعودي لكورة القدم انه السوبر السعودي المصري حيكون بين الهلال والاتحاد والزمالك دون ذكر للاهلي ايه مباراة صلصية ولا ايه ما هو انت عندك اصدق يعني ممكن والله يكون يتغير وعشان كده نقول لازم فيه ليحة يعني انا بمناسبة الدرباكة اللي احنا في عايشينها دي لان الحقيقة بصة استاذ فراهيم الاهلي لم يعتذر الهلال اللي اعتذر يعني الهلال طلع بالاعتذار ففقنا الهلال الاتحاد السعودي المقتضب الاتحاد السعودي لكورة القدم يؤكد السعودي المصري بين الهلال والاتحاد والزمالك عندنا اشكالية هنا لحظة واحدة الاتحاد السعودي والاتحاد المصري في تضارب في التصريحات خلاص من اللي حيحكم بقى يعني لوقتي هل الاتحاد السعودي هو اللي منظم المبرى ولا الاتحاد العربي عايز الحقيقة اول حاجة انا بزعل جدا والدايق ان الاعلام المصري يكرر لفظة الاتحاد العربي ما الاتحاد العربي احنا انا بسأل سؤال لا لا سيبك من الاخطاء بتاعتنا لا مش اخطاء بشوانت مين اللي عمل المصري والسعودية ماتش ايو بطلية دوري الكاس من سحب القرار فيها الاتحاد السعود والاتحاد المصري طيب دولة الاتحاد المصري بيقولك نعم الاهل والاتحاد هو في القاهرة نعم الاتحاد السعود بيقولك الاهل الزمالك والاتحاد والهلال ممكن يكون عنده فكرة تاني بلا ما يلعب مطشين انه تبقى دورة سلسية ما انت ما انتش عال يعني انت دلوقتي المسألة عشان كده بقولك تباغباغ اللخبطان تباغباغ اللخبطان تباغباغ اللخبطان وطلاخ بطل باغباغ مين صاحب القرار اللي حيقول لنا لا هي كده طيب حعيث اقولك تلات حقاية وبعدين عايز سأل سؤال معلش ليه انا بقول ليحة عشان ليحة وجاية يا ابراهيم يا ليحة وجاية والله بقولك ليحة لسبب ان مسأل في عادة يتقال ايه هالمباراة بين بطلية دوري وزا اعتزار احدهم يشارك التالي المرتفع طبعا مش يشارك مان يختاره الاتحاد السعودي م體 ممكن منا ممكن أنا نعتبر ان الاهلي هو صاحب القرار في مباراة الهلال ان الاتحاد المصري هو صاحب القرار في مباراة الهلال والاهلي جاي الهلال اعتزر يروح الاهلي مختار له المنافس اي المنافس بدون ترتيب ضا طبعا طبع انت ممكن تكون تختار منافس عشان تزود حظوظك. يعني الاتحاد ما فيش حد ما حدش يجي يقول لك اصلا قريت مرة يقول لك اتحاد المصري يقول لك احنا مش معنيين. مش معنيين ازاي. اتحاد المصري لغاية دلوقت لأول مرة يتكلم قال ان الاهل اللي هيلعب المباراة. لغاية قبلها يقينا. اتحاد المصري لكرة القدم. لا يعرف مين هيلعب. لا اعلم مين هيلعب. لا اتبعت له مين اللي هيلعب. وهو اخر اخر من يعلم. اتحاد المصري. اتحاد المصري. برغم انه يا جماعة. عشان بس يتبقى. هل سيلافع الاتحاد المصري عن قراره ولا. لانه. خلاص بلايه. ايوة انا قلت لك من المرة اللي فادت. يعني. دي مباراة. سوبر بين مصر والسعودية. وبالمناسبة رحمة الله عليه كان الامير فيصل بن فهد صاحب الفكرة. انه مزيد من التآخي والتآلف بين الشباب المصري والسعودي. يبقى فيه مباراة على السوبر والمصر السعودي. وتعاملت بشكل كويس والاهلي شارك فيها ضد الشباب. اكتر من مرة تعاملت بشكل جد شوية. العلاقة التاريخية والحتى الظرف الراهن بين مصر والسعودية يحتاج للمزيد من اللقمة ومزيد من التآخي ومزيد من التضامن على الارجح وعلى الاهم بين الشعبين كمان. العلاقات الشعبية كمان مهمة جدا. المسأل تحتاج هذا التعليم. يعني انا بس. لكن في نفس الوقت انا باش مهندسي. الامر يحتاج الى انه كل طرف يقوم بدوره. السوبر المصري السعودي. من يمثل الجانب المصري هو بطل الدور المصري وبطل الكاس المصري. اللي قررهم الاتحاد المصري. اللي لا يجب ان يغيب من الموضوع. ولو هيغيب يبقى يمشي. يبقى غير جدير بادارة منظومة كورة في بلد. انشئ اتحاد الكورة فيها من مئة سنة تقريبا. قدامنا سنتين ونحتفل بمقاوية اتحاد الكورة. هس انت بتقول سوبر مصري سعودي على جهزة فيها اكبر اسمين. في المنطقة. بالضبط. خدم الحرامين والريس عب فتح السيس. يبقى انا الجانب المصري لازم يبقى معني ان مين البطل اللي يمثله. والبطل منطقية او كل عرب جرد. وفي البداية قيل الهلال والاهلي. كان الخلاف على الموعد. الموعد لم يناسب الهلال. لان الاهلي ما درش يقول يوم تمانية لان عنده لو مشي في افريقيا. كما نتمنى جميعا حيبير عنده يوم تسعة. فاللي انا عايز اقوله قوي بقى. تحويل المباراة الى مباراة ودية. على جهزة مالية ده امر ممكن يبقى من حق الاتحاد السعودي. والمباراة ودية بين الهلال واي حد. والنادي اللي اختاروا. النادي اللي اختاروا. لان لو اعتذر الاهلي ولم يعتذر. يعني الوضع الوضع ده الهلال يعتذر على السوبر السعودي المصري. يبقى كان الاتحاد السعودي يقول لي مين اللي حيلعب مكانه. ده انا انا بس عايز. اللي اقتضر. انا عايز اكمل. الجزية دي فلاش باك. الجزية دي فلاش باك مش جديدة. ما هي فلاش باك ما انا فاهم. اه. انا بقول لك اصل مشكلة بتديت ازاي اصد زبرايين. اعتذر الهلال. كيف يبعد الاهلي للهلال الاعتذر. ايوه. حد يفسرها لي. طيب. هذا سؤال اللي يجاوبه. يكسب عجلة. يعتذر الهلال يستبعد الاهلي. فما ما اكسبه. اتحاد الاه. انا برضو مش قادر اقول اتحاد الكرة. لان الانتحاد الكرة. كام الزوج اخر من يعلم. لكن الاتحاد السعودي. حط للمباراة يوم تمانية نوفمبر. الاهلي زي ما هتشوفوا حضراتكو. في اجندة الانتحاد الافريقي. تمانية نوفمبر معادل المباراة النهائية في دورة ابطال الافريقي. مع تلعب تسعة وتمانية يعني. اوكي. لا يمكن. تلعب تلعب تسعة لا يمكن. طيب. وتبقى ايه? خصوصا ان الماتش ده متحدد له الرياض. حد ده للاهلي. حد ده للاهلي. وحد ده لاتحاد الكرة المصري دون ان يعترض او يناقش او يرد. يوم تمانية نوفمبر. الاهلي شاف ان ده غير مناسب للنهاء الافريقي. اللي الاهلي بازن الله تعالى يبلغه. طلع نادي الهلال بيان رسمي. صادر عنه. قررت ادارة نادي الهلال الاعتذار رسميا. يعني الاهلي ما اعتذرش. الهلال هو اللي اعتذر. الاعتذر رسميا. عن مباراة السوبر السعودي المصري لارطال الدوري. التي تجمع بين بطل الدوري السعودي بنظيره المصري. ليه? نظرا لعدم تأكيد يوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل موعدا للمباراة. اللي ما اقدرش يأكد ده. والذي اتفق عليه اتحاد البلدين الشقيقين. وبعث نادي الهلال موافقته الرسمية منذ ابلاغه بالموعد. فبالتالي الاهلي مراتش. انحق الهلال. وتود ادارة النادي اللي هو نادي الهلال التأكيد على اعتزازها الكبير بالبطولات الاخوية. التي تجمع الفرق السعودية بشقيقاتها المصرية. وترفض في الوقت ذاته اي تأخير بتحديد موعد اقامتها مما يربق تحضيرات الفريق في منافساته المقبلة. كونها اعتادت على التعامل باحترافية وفق منهجية ادارية. جميل. واضحة المعالم. نادي بيحترم نفسه. هنا الهلال. وعلى الكلام محدد. وقال ان انا عند التزامات والتبطات. واعتزر. واعتزر رسمي. ومش حينسبني الا تمانية نوفمبر. خلاص. اي تغيير في تمانية نوفمبر? انا مش هلعب. فين الاهلي بقى? يمشي الاهلي من المشهد ليه? هل كان المطلوب للاهلي من دلوقتي يعلن هلعب يوم تمانية? حتى لو هلعب ان شاء الله النهائي الافريقي تمانية او تسعة نوفمبر? برضو انت. هل ده كان ممكن? متصور وكأن الاهلي اعتزر عن المباراة. الاهلي يعتزر ولم يوافق. ده ده شغل اتحاد الكورة. اتحاد الكورة للوقتي شاف ان فيه ماتش يوم تمانية يتعارض في حالة وصول الاهلي. لان الماتش لما اتحد التمانية كان الاهلي عنده نقطة. وكان كل الناس بتراهن على انه قوت. كانش حد متوقع نكسب ثلاث ماتشات? ها? ويكمل في البطولة. وبإذن الله يكمل. فانت لو كملت. لو كملت. يبقى زي تحدد يوم ما. او على الاقل. على الاقل العازل يوم تمانية. يبقى انت بقى تنتظر لقدر لا تعصر النادي الاهلي. وكأن الامر اتبعث على منطق ان يتعصر النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يخم فازر. الاهلي لم يعتزر. اللي اعتزر رسميا الهلال. يبقى كان الاتحاد السعودي يقول طيب الهلال مش هيقدر يلعب في موعد لاحق. حنشوف نادي تاني يلعب. لكن ان يعتبر الاهلي معتزرا. الا اذا كان الاهلي اعتزر احنا. انا معرفش. انت سمعت ان الاهلي اعتزر. انا ما سمعت. الاهلي لم يوافق ولم يعتزر. يعني حتى. انا بقولك اتحاد الكورة. اتحاد الكورة. عضو بارس فيه النهاردة بيقول لي. لحنا جت لنا ورقة. ولا طلعنا ورقة. ولا حددنا معاد. ولا نعرف حاجة. تتحاد الكورة المصري. محددش معاد. لكن الهلال بيقولك اتفق الاتحادية. يا سيدة ده معاد تماني نوفمبر الاول. ايو. الاتحادية. اه. يبعد هم ورقة ان فيه مانش. العمر حسين. المتغيرات مفيش. المتغيرات مفيش. كل اللي حصل. لانه لما تقال الاهلي مش مناسب لي تماني نوفمبر والهلال اعتزر. فجأة طلع قرار. الزمالك هيلعب المرشين. الزمالك رابع الدوري. هيلعب مع الهلال. انا شاف ان انا انا اسف. هذا موقف يعني مش عارف اصفه بايه. يعني انت تجاهل اتحاد الكورة دون ان تناقشه. وتقوله مين اللي حيلعب الطرف التاني. مين ان هي مسلك. ما ازال الاتحادين بقى هنا. اه. يعني اتحاد الكورة. اذا هي مباراة ودية. خلينا نحط الشيء في نطاقه بقى. مزموط. وده في الحالات دي ما مفيش غلط هنا. الاتحاد السعودي ينظم مباراة بين الهلال. بصفتيه بطل الدوري. واحد الاندية. اخترح الاهلي بصفتيه بطل الدوري. لما لقى المعاد ما نسيبش الاهلي. قالك اه يبقى اه زمالك. تجاوز الثاني والثالث اللي ما اعتذرهوش. واخد بالك. واللي سمعت برضو ان هم متضايقين من الحكاية دي. مش سمعت ده هو الاهرام. الاسماعيل يحتاج على تجاهله ويطالب بتطبيق الليح. وده امر منطقي جدا لانه الاسماعيل وصيف الدوري. هو التاني بعد الاهلي. وطول امرها المشاركات كده. انت بتتكلم على بطل الدوري المصري مع بطل الدوري السعودي. مفيش بطل الدوري الاهلي لسبب او لاخر مش هيلعب او مش عايزين يلعب او مش هتلعبوه انتو احرار. لكن في الحالات دي يبقى الوصيف. مفيش الوصيف يبقى التالت. مفيش اللي هو المصري. مفيش المصري يبقى الزمالك. لكن هو هل مقبول للاتحاد المصري. يقول بلاش الهلال يلعب. الشباب السعودي هو اللي يلعب. هل الاتحاد المصري عنده القدرة والفرصة والحق في التدخل انه يختار مين يمثل للاتحاد السعودي في الصوبر المصري السعودي. مظنش. فبالتالي. يعني انا الكلام ده. عايزينها مباراة بجد ولا عايزين تقابل بعضها لما يعتزر الهلال كان يقدر الاتحاد المصري يقول له عايزها لعب نادي الوحدة. او نادي الاتفاق. مسلا. ما يقدرش يقول له كده رشح لي. مين المثلك. مين المثلك او مين التاني بتاعك. مسلا. لان دي خناه هتوقع ده محلية. اه. يعني لو الاتحاد السعودي تجاهل صاحب المركز التاني. ممكن يبقى فيه مشكلة عنده بينه من انديته. ده هو حر فيها. زي ما الاتحاد الكرة دلوقتي لو رشح الزمالك هيبقى عنده اشكالية مع مجموعة من الانديه لصاحبة الحق. بس هو حر. يعني يتحمل هذه الاشكالية. طالما انه مفيش لوائح. احنا عايزين يعني اللي فهمته ان ديته بقى بصمرار. مم. وجايزة مالية كويسية. لكن اذا كان الاتحاد السعودي ينظر الى هذه المباراة. انها مباراة ودية مقترحة. فمن حقه يقول مباراة ودية بين الهلال والزمالك بما انه سقرع زمالك والاتحاد. والزمالك في اطار مباراة ودية. واللي يكسب ياخد مليون دولار. تمام.